موسيقى نشرة مفصلة من الميادين أهلا بكم وفي عنوينها موسيقى المقاومة الإسلامية تحبط محاولات الاحتلال التسلل إلى لبنان وتعلن تدمير دبابة مركابة في حرش مارون وتقفف شركة آتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بالصواريخ موسيقى غارات جديدة على الضحية الجنوبية لبيروت تستهدف منطقتين المريجي وبرج البراجني وتواصل استهداف بلدات الجنوب والبقاع بعد توسيع دائرة عدوانها على البداوي شمال لبنان موسيقى موسيقى وفي غزة الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في بيت حنون ودير البلح وخان يونس والمقاومة تستهدف الاحتلال في نتساريم وكيسوفيم موسيقى المطورة موسيقى والأسد يؤكد خلال استقباله وزير الخارجية الإيرانية أن رد تهران على إسرائيل أثبت قدرة محور المقاومة على الردع وعرق تشي يؤكد أن حكومة الاحتلال لا تفهم سوى لغة القوة موسيقى ونبدأ مشاهدينا بأبرز وآخر التطورات على الجبهات المشتعلة لسيما جبهة الجنوب مع زميل علي مرتضى نرحب بك علي ونسأل عن تطورات حتى هذه اللحظة عمليات للمقاومة صليات صاروخية تصل إلى عمق الكيان المحتل وبالتالي كيف يبدو المشهد تحية طيبة دينا دعيني أبدأ بمشهد الالتحامات الميدانية لسيما على ما يبدو فشل الاقتحام البر الذي حدث قبل قليل في كفر كلا لسيما بعد مناورات ومناوشات واشتباكات عنيفة داخل البلدة سجلت أصوات الرشقات الرشاشة والتفجيرات العنيفة بالترافق مع إطلاق قذائف المدفعية على بضع أحياء البلدة وكذلك إطلاق القذائف الفوسفورية ما يشير إلى انتهاء هذا الاشتباك وإعادة استهداف البلدة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي وعلى الأغلب بأن جنود الجيش الإسرائيلي إما يختبئون في مكان ما بعيد عن هذه الغارات وإما انسحبوا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مجددا طبعا الاشتباكات لم تتوقف في هذا المحور في عديسي وكفر كلا انتقالا إلى المنطقة الوسطى أيضا استمرت الاشتباكات في تلك المنطقة بين يارون ومارون بين المقاومين وقوات الاحتلال التي تحاول التقدم باتجاه التلال وباتجاه المناطق ومناطق المرتفعات لسيما بأننا نتحدث بأن هذا هو الهدف الأساسي للقوات الإسرائيلية مثلا مرتفع الباط هو أحد الأهداف لتصل إلي القوات الإسرائيلية وتركز وتتمركز هناك مما يسمح لها بقدرة أكبر للإشراف على المناطق اللبنانية طبعا استودف الدبابة في مرتفع الباط كانت قد وصلت من ناحية أطراف حرش مارون وهذا يعني بأنهم لا يزالون بأطراف البلدة وليس بداخل البلدة كذلك قصف التجمع في خلة عبير في منطقة يارون حزب الله كان قد أعلن بأنه خلال ساعات الليل قد تصدى الاقتحام وتسلل إسرائيلي باتجاه بلدة عديسي وصلت القوات إلى مبنى البلدية ومن بعدها تم استهدافها والاشتباك معها ما أدى إلى تفجيرات عنيفة في صفوف القوات المتقدمة لتنسحب تحت غطاء ناري كثيف ومن بعدها تحاول التقدم باتجاه البلدة نفسها وباتجاه المنطقة نفسها ودارت اشتباكات عنيفة بقيت حتى ساعات الفجر الأولى هذه بالنسبة إلى أخبار الاقتحامات أما بالنسبة والالتحامات أما بالنسبة للضربات الخلفية التي تنفذها المقاومة الإسلامية فقد بلغ عدد هذه العمليات خمس عمليات استادفت خلفية القوات عمليتين استادفتا تجمعا للجنود في كفريوفال وكفرج العادي كذلك مستعمرة ساسع استودفت بصواريخ فلق اثنين بالإضافة إلى استهداف مرابد المدفعية والتجمعات في مستعمرة دان بالإضافة إلى ثكنت معالي جولاني هذا فيما خاص العمليات المتبنات أما فيما خاص العمليات غير المتبنات والخاضعة لهذا القسم وهو ضرب خلفية القوات المتقدمة رصدنا إطلاق نيران مباشرة من لبنان وصاروخية باتجاه أصبع الجليل أيضا رصدنا نيران باتجاه مسكافعام والامطل مرتين بالإضافة إلى نيران مباشرة أصابت الموقع الإسرائيلي في مزارة شبع المحتلة وتلال الكفرشوبة وهو رويسات العلم إذن خمس عمليات في الخلفية بالنسبة للعمق لا يزال حزب الله يحافظ على وطيرة نيران مستمرة ومتواترة يعني لا تزيد ولا تنقص تبقى بنفس المستوى باتجاه العمق استادف قاعدة رماد دافيد بصاليا من صواريخ فادي استادف مستعمرة كرمائيل بصاليا صاروخية مدينة صفد كرمائيل بالوسط صفد في الشرق بالإضافة إلى شركة آتا الاصطناعات العسكرية كرب السخنين بصاليا صاروخية طبعا تقع بالقرب من حيفا بالتحديد إلى شرق حيفا شمال شرق حيفا إذن يستمر الإطباق باتجاه القواعد الداخلية بالمجمل اعتداءات العدو الإسرائيلي تركزت عبر سلسلة من الغارات الحربية الإسرائيلية التي استادفت مناطق الاشتباك مثل عديسي ويارون وعيترون ومارون وكذلك مثل كفركلة كان هناك استهداف عنيف أيضا للخيام كونها تقع أيضا على تماس مع مستعمرة المطل إلا أنهم لم يتقدموا بريا باتجاه الخيام لا يزال المحور متركز على منطقة العديسي وأكفركلة وأعتقد بأن الهدف هو تل نحاس وطل العويدة لأنهم يسعون خلف المرتفعات وبذلك يعتقدون بأنهم أراحوا أنفسهم من الاستهدافات فيما تستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف المراكز الاستشفائية وفرق الدفاع المدني حيث استودفت معظم مراكز الهيئة الإسلامية الصحية على طول مساحة الاشتباك ومساحة الجنوب اللبناني من مرجعيون وصولا إلى خربة سلم وتبنين وصدئين بالإضافة إلى إخراج مستشفى بنت جبير بالأمس عن العمل بعد استهدافها بقضائف مدفعية وعدم السماح بإخلاء الجرحة من قبل الصليب الأحمر اللبناني شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى مرسلنا من جنوب لبنان هذا الواقع في جنوب لبنان على خط المواجهة الأول ولكن كيف يبدو المشهد في بيروت في العاصمة بيروت مع الزميل حسين السيد حيث الاستهدافات المتكررة ومتواصلة المتصاعدة اليوم للضاحية الجنوبية لبيروت ماذا عن المشهد لديك حسين بالفعل دينا هي اعتداءات مستمرة على الضحية الجنوبية لبيروت آخر ما رصدناه هنا مقابل الضحية نتحدث عن غارة بصاروخ واحد منذ نحو الربع ساعة استهدف المنطقة بحسب ما بدى لنا باتجاه تحويتة الغدير على الطريق الذي يصل إلى حي السلم في ذلك الاتجاه وفي ذلك النقطة كان هناك غارة إسرائيلية منذ نحو ربع ساعة بصاروخ يبدو أنها من مسيرة إسرائيلية ضربت أحد المباني الذي يقع مقابل مطار بيروت الدولي تقريبا هذه النقطة الأقرب إلى المطار التي يتم قصفها منذ بداية هذه الاتداءات الإسرائيلية ومنذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي منذ أيام الذي يستمر على ضحية الجنوبية لبيروت من خلال هذه الغارات سواء بالمسيرات أو بالطيران الحربي الإسرائيلي التي استهدفت أيضا اليوم وشنت طائرات حربية اليوم سلسلة من الغارات تحديدا آخر هذه الغارات كان باتجاه حارة حريك نحو بئر العبد استهدفت المنطقة على دفعتين من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مباني في هذه النقطة التي ضربتها طائرات الحربية الإسرائيلية وطبعا نعلم اقتضاد هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت لذلك تحدث هذه الغارات أضرارا كبيرة سبق ذلك أيضا اعتداء إسرائيلي على منطقة المريجي القريبة من تحويتة الغدير والتي تركز طائرات الاحتلال في اليومين الماضيين اعتداءاتها على هذا المربع وبالتالي هذه الغارة أيضا كانت بأكثر من صاروخ وصبق ذلك عدد من الغارات تحديدا غارتان أو أكثر باتجاه برج البراجري تحديدا المنطقة والمربع الذي يقع أو يقع فيه تقع فيه مستشفى الرسول الأعظم هذا المستشفى الذي قصفت مباني في محيطه ليست قريبة جدا من المستشفى ولكن هي مباني تم قصفها في محيط هذا المستشفى أو في الطريق المؤدي إلى هذا المستشفى إذن هذه سلسلة الاعتداءات النهارية سبقها أيضا في هذا النهار تحديدا عند ساعات الصباح الأولى غار أيضا كما قلنا التركيز على منطقة المريجي غار من الطيران الحربي الإسرائيلي وعندما جاءت فرق الإنقاذ وفرق الإسعاف لتقوم بعملها استهدفت مسيرة إسرائيلية جوار والمنطقة المجاورة لهذه الفرق ما دفعها إلى الانسحاب خشية من استهدافها على جرار ما جرى بالأمس عندما استهدفت المسيرات الإسرائيلية فرقا لدفاع المدني كانت تعمل على فتح الطرقات في المنطقة نفسها وهي منطقة المريجي إذن التركيز من قبل الاحتلال على المريجي وعلى تحويتة الغدير في هذه النقاط التي تقصف بشكل متكرر وكان سبق ذلك أيضا في ساعات ما بعض منتصف الليل عدد من الغارات الإسرائيلية وصلت إلى أقصى لشويفات في محيط الضحية الجنوبية لبيروت تحديدا نتحدث عن حي الأمراء الذي يقصف للمرة الأولى منذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي واستكمل مع عدد من الغارات على نقاط عدة منها في حارة تحريك ومنها أيضا في مناطق مختلفة من الضحية الجنوبية لبيروت نستذكر منها أيضا منطقة برج البراجني تحليدا أرويس ومحيط مجمع سيد الشهداء وحتى المجمع تضرر بهذه الغارات الإسرائيلية الليلية إذن نتحدث عن اتداءات إسرائيلية متواصلة منذ ساعات ما بعد منتصف الليل حتى هذه الساعة آخر غارة حصلت منذ نحو ربع ساعة كما قلنا في المنطقة المقابلة لمطار بيروت الدولي نتحدث عن تحويطة الغدير التي استهرفت كما قلنا على ما يبدو بصاروخ من مسيرة إسرائيلية لأن حجم الدخان الذي انبعث من هذه الغارة لم يكن بالكثافة التي تعطي انطباعا بأنها غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي إذن هذا بالمجمل عن آخر التطورات عدا عن تحليق الطيران المسير بشكل مكثف لليوم منذ ساعات الصباح الأولى حتى هذه الساعة لم يغادر الطيران المسير أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت شكرا جزيلا لك زميل حسين السيد مرسلنا من بيروت أما الآن نتحول إلى البقاع وتطورات هناك مع الزميل عمر كايد أيضا استهدافات مستمرة عمر في منطقة البقاع وطلبات اتصالات لطلب الإخلاء في بعض الكرة وبالتالي ماذا عن التفاصيل؟ منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن لم تشن طائرات الاحتلال أي غارة على البقاع في البقاع الأوسط في البقاع الغربي في البقاع الشمالي أما في الغارات التي شنت بعد منتصف الليل فقد استهدفت في البقاع الغربي بلدة الرفيد وأدت إلى استشهاد علي الحاج وهو مدير مؤسسة الأبرار في الرفيد هو أستاذ في هذه البلدة هذه البلدة تعد من المناطق الآمنة وهذه هي المرة الثانية التي استهدفت منذ عدة أيام استهدف منزل على إحدى تلال بلدة الرفيد كان يجلس بها أربعة أشخاص هذا المنزل لم يكن مأهولا كان فقط منزل ما زال قيد الإنشاء كان يجلس فيه هؤلاء الأشخاص بسبب عند وقت العصر يجلسون فيه لرؤية هذه البلدة ويتصيدون تأتي الطيور ويتصيدون هذه الطيور فاستشهد شخص وأصيب ثلاثة أشخاص أما التطور الثاني البارز فكان استهداف بلدة العمرية بلدة العمرية تابعة لبلدية سعد نايل أيضا في سهل سعد نايل هذه البلدة أيضا هذه المرة الأولى التي تستهدف حتى في حرب تموز لم تستهدف جرى استهداف منزل شاب بثلاثة صواريخ تبين الآن بعد أن أصدرت كتائب القسام بيانا أن هذا الشاب هو مجاهد في كتائب القسام وهذا هو أول مجاهد لكتائب القسام تقدمه العشائر العربية لأجل فلسطين وهذا كان مبعث فخر واعتزاز لدى العشائر العربية في البقاء ولافت أن العشائر العربية كان لا يعرف أحد ماذا يفعل هذا الشاب يعني أنا ذهبت إلى المنزل في فترة الصباح لا أحد يعرف أن الناس مصدومة لا تعرف لماذا استهدفوا هذا الشاب فتبين أن هذا الشاب يعمل سرا مع كتائب القسام وقد نعاه المكتب الإعلامي لحركة حماس وقالوا نزف هذا الشهيد لأجل فلسطين وبه تتعزز المسيرة وبأمثاله وأيضا كما في مدينة طرابلس استهدف أيضا قيادي ميداني لكتائب القسام في مخيم البداوي أيضا كان هناك غارة على بلدة العين أمس ليس اليوم استشهد إثرها مسعفة هذه المسعفة كانت تمر بجانب هذه الغارة فأدت إلى إصابتها بشظية نقلت على إثرها للمستشفى لكن اليوم استشهدت هذه الفتاة هذه المسعفة أيضا من التطورات التي حصلت هو ورود اتصالات لعدد من المخاتير في بلدة طارية بلدة طارية التي تعرضت بالأمس لسلسلة غارات عنيفة استهدفت وسط البلدة استهدفت بعض المنازل استهدفت بعض المحال التجارية أيضا ورد اتصالات لهؤلاء المخاتير يطلبون منهم أن يتواصلوا مع قيادات حزب الله في البلدة ويطلبون منهم الخروج من البلدة لكن هؤلاء المخاتير أجابوهم بأنه ليس هناك أي نشاط عسكري لحزب الله وهذه البلدة هي بلدة مدنية ولا يوجد فيها نشاط للمقاومة فكان الجواب الإسرائيلي أنهم إذا لم تخرجوا قيادات حزب الله وحزب الله من هذه المنطقة فسيجري تدمير هذه البلدة بشكل كامل فيما يتعلق دينا بملف النازحين وخاصة في منطقة البقاء الأوسط حيث تحولت إلى قبل الاستقبال النازحين الوافدين من المناطق والقرى اللبنانية هذه المنطقة استقبلت الكثير من الأهالي الذين وفدوا من المناطق الأخرى لكن للأسف دينا حتى الآن ليس هناك أي حضور لأي منظمة دولية ليس هناك أي حضور لمؤسسات المجتمع المدني هناك تقصير كبير هناك بطء كبير في التعامل مع هذا الملف لم تقدم أي مساعدات لا عينية ولا طبية ولا إغاثية ولا مالية لم يقدم أي شيء العبء الأكبر يقع على كاهل البلديات التي هي بطبيعة الحال إمكانياتها ضعيفة وعلى كاهل أيضا مؤسسات المجتمع المدني وبعض رجال الأعمال وبعض الأهالي الذين فتحوا بيوتهم لاستقبال هؤلاء الضيوف لاحظت خلال تجولي في مدينة زحل تحديدا وخلال تجولي باتجاه وخلال ذهابي إلى منطقة المصنع أن هناك عشرات الأهالي عشرات العائلات نساء وأطفال وكبار سن يجلسون في الطرقات يجلسون في الحدائق والآن نحن مقبلون على فصل الشتاء التقص في البقاع هو تقص بارد نسبيا حتى الآن لم تشتد البرودة لكن خلال الأيام المقبلة قد تشتد البرودة بشيء كبير لذا يطالب هؤلاء الأهالي الوزارات المعنية بالتحرك بشكل سريع لإنقاذهم ومحاولة التخفيف عنهم وتأمين مأوى لهم وتأمين أيضا الإغاثة اللازمة لإنقاذهم ومساعدتهم للخروج من الطرقات شكرا جزيلا لك أزمي العمر كايد مرسلنا من البقاع وكانت المقاومة الإسلامية قد نشرت مشاهدة من عملية استهداف تجمع الكريوت المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكشف ضابط الميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أن الصور التي نشرها جيش الاحتلال لجنوده قرب منازل في قرية حدودية في جنوب لبنان تم تصويرها في بقعة جغرافية تبعد عشرات الأمتار فقط عن الأراضي المحتلة الضابط الميداني قال أن ثمن الحصول على هذه الصور كان أكثر من عشرين قتيلا وجريحا في صفوف جنود النخبة الإسرائيلية وأكد الضابط الميداني أن المقاومين يرصدون ويتابعون ويتصدون لكل تحرك معاد عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان وأضف أن بعض العبات التي تم تفجيرها بالقوة المتقدمة زرعة بالأمس وحاول جنود النخبة في جيش الاحتلال التقدم من محورين باتجاه بلدتي مارون الراس ويرون وعلى وقع الحديث عن تفاجئ الجيش الإسرائيلي من قدرات حزب الله وثبات عناصره على الأرض الذين يقاتلون جنود الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر حذر خبراء من أن حرب الاستنزاف لا تزال مستمرة وأن السكان في الشمال لن يعودوا إلى منازلهم قريبا ثابتون في الأرض كثبات شجرها وصخرها هكذا هم عناصر حزب الله باعتراف خبراء إسرائيليين تحدثوا عن شجاعة غير مسبوقة يظهرها مقاتل حزب الله وهم يخوضون في هذه الأيام مواجهات قاسية جدا في مقابل جنود الجيش الإسرائيلي مقاتل حزب الله في جنوب لبنان هم جهاديون تماما ولا يخططون للهرب وهم أصحاب خبرة كبيرة اكتسبوها من الحرب في سوريا لا أحد يشك بقدرات حزب الله فهي لا تزال موجودة ولديه عشرة آلاف الصواريخ وكثير من المقاتلين جنوب لبنان ولا تزال الصواريخ تمثل تهديدا فعليا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى القوات فنحن نرى المناورة البرية لا تجري على نحو سهل أبدا وفيما يسعى جنود الجيش الإسرائيلي جاهدين إلى التقدم ولو أمتارا قليلة في القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة من دون القدرة على تحقيق ذلك بسبب ضربات مقاتل حزب الله الذين يقاتلون من مسافة صفر لا تزال حرب الاستنذاف مستمرة فلا حزب الله ابتعد من الحدود ولا سكان الشمال عادوا إلى منازلهم لا يزال لدى حزب الله عشرات آلاف الصواريخ ومنها ثقيلة ولا أعتقد أنه حان الوقت للاحتفال بزوال حزب الله فنحن نراه يقاتل في منطقة الحدود ونرى هناك كثيرا من المقاتلين ذوي الخبرة في المعارك وجه لوجه مع حزب الله ليس لدى جنود الجيش الإسرائيلي أفضلية يقول خبراء إسرائيليون ويضيفون إسرائيل في لحظة صعبة ومن اعتقد أنه لن يكون هناك مزيد من إطلاق النار أو أن حزب الله قد هزم وقضي عليه فهو مخطئ وإلى قطاع غزة حيث ارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي إلى واحد واربعين ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرين شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا وقد ارتقى عدد من الشهداء من بينهم أطفال في مجازر ارتكبها الاحتلال في بيت حنون شمال القطاع وفي دير البلح في الوسط وفي خانونس سلسلة اعتداءات شهدتها المنطقة الوسطى بينها استهداف منازل مدنية مأهولة أقف الآن فوق أنقاض منزل عائلة جبر الذي قصفه الجيش الإسرائيلي أربعة شهداء وصلوا إلى المستشفيات أشلاء بفعل القصف الإسرائيلي لهذا المنزل الذي لم يبق منه سوى هذا الركام والدمار في استمرار إسرائيلي للمجازر المتواصلة التي تحصد معها المزيد من أرواح المدنيين العزل يعني الجيران كانوا نيمين فاجأة نزل الصاروخ وندور وين 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 يجينا لقينا الشباب اللي هو ابن جبر كان في الطائر برى المنزل والأم برضو طائرة برى المنزل طبعا أشلاء يعني الشباب أشلاء جريمة هذه جريمة جريمة يعني بحق الإنسانية بحق أصحاب المكان بحق الجيران يعني طبعا لا تحذير لا ما فيه أي سبيل أنه أنت تقدر تشرد تنسحب تتنحى من المكان ما فيه نحن هنا شمال المخيم الجديد وتحديدا عند المنطقة الجنوبية لمحور نيت ساريم على بعد مئات الأمتار هذه المنطقة تطل على منطقة أبو مهاد التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام ويمارس هنا أعمال تجريف كبيرة فضلا عن عمليات قصف مدفعي وأعمال نسف متواصلة منذ عدة أيام أدت إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى ولسيما في منازل المواطنين الذين عادوا تدريجيا إلى هذه المناطق نظرا لأنهم لا يمتلكون مكانا يتوجهون إليه أنا هنا عند مشارف منطقة وادي غزة حيث يمنع الاقتراب من هذه المنطقة في الجهة الشرقية تتواجد منطقة أبو مهادي التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي قبل يومين ويواصل عملية استهدافها بشكل كبير للغاية كما جرى الليلة الماضية حيث يقوم الجيش بأعمال تجريف كبيرة هناك ويقوم بعمليات تفجير لمنازل مدنية هناك ضمن مساعيه لتوسيع المنطقة الأمنية المحاذية لمحور نيت ساريم من الناحية الجنوبية من وسط القطاع أحمد غانم الميادين وفي غضون ذلك وصلت المقاومة تصديل الاحتلال وأعلنت استهدافة نيت ساريم وكيسوفيم قوات الشهيد عمر القاسم أكدت وحدة الدم بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ووحدة المصير في مواجهة العدو الواحد كتائب الشهيد أبو علي مصطفى نشرت مشاهد لإطلاق الصواريخ وقضائف الهاون باتجاه مواقع الاحتلال وذلك ثأرا لغزة ولبنان ودماء الشهيد القائد السيد حسن نصر الله ونحن في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى نحيي إخواننا في اليمن والإبنان والإيران ونحن على عهدكم يا أيها الرفاء الموت كل الموت بصحايم الأندال اشتركوا في القناة وإلى جبهة الإسناد العراقية حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن قصفها بواسطة صواريخ الأرقب المطورة هدفين حيويين في ضواحي حيفا شمالا والآخر في جنوب الأراضي المحتلة وكانت المقاومة قد أعلنت فجر يوم أنها قصفت ثلاثة أهداف حيوية شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير حيث عرضت مشاهد إطلاقها الصواريخ والمسيرات ترجمة نانسي قنقر أفدت وسائل أعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يواجه بعض التعقيدات في التعامل مع التهديد العراقي لجهة عمليات المقاومة الإسلامية فيها ولفت المحلل العسكري للقناة أي 24 يوسي يهوشع أن مسيرات العراق أدت إلى إصابة 24 مصابا وضف أن العراق شكلت صدمة للجيش مع إطلاقها مسيرات إلى مرتفعات الجولان ومنطقات العربة وإيلات وأشار إلى أن التعامل مع العراق متروك للأمريكيين وفي سوريا أفدت مصادر الميادين بأن فصائل المقاومة استهدفت برشقة صاروخية قاعدة حقل غاز كونيكو الأمريكي بريف دير الزور الشمالي هذا وقامت القوات الأمريكية في القاعدة بقصف عدة نقاط في قريتي الطابية وخشام بريف دير الزور الشمالي ردا على قصف القاعدة أكد رئيس السوري بشار الأسد على العلاقة الاستراتيجية التي تربط سوريا وإيران في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة الأسد وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد على أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد العدوان حق مشروع وأشار إلى أن الرد الإيراني على اعتداءات الاحتلال كان قويا وأثبت قدرة محور المقاومة على ردع العدو وإفشال محططاته كما بحث الأسد مع عراقشي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم للبنانيين المتضررين فيما أكد عراقشي الثقة بقوة المقاومة في لبنان وفلسطين وقبل لقائه الأسد أجرى عراقشي محادثات مع المسؤولين السوريين لبحث التواصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وفي لبنان خاصة متحدثا عن مقترحات بهذا الشأن وقال أن حكومة الاحتلال لا تفهم سوى لغة القوة والحرب وأشار إلى أن هناك حاجة إلى جهود دولية لوقف هذه الجرائم هدف من السفر إلى دماشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة وقد أجريت مشاورات مهمة جدا مع مسؤولين في الحكومة اللبنانية ببيروت لقد كنا دائما على تواصل وثيق بأصدقائنا في الحكومة السورية فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة والقضية الأهم اليوم هي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وهناك مبادرات في هذا المجال وهناك مشاورات نأمل أن تؤتي ثمارها وكان وزير الخارجية الإيراني زار لبنان أمس فيها زيارة حملت أهمية خاصة لناحية الشكل والمضمون والتوقيت أتفاصيل مع أحمد عبدالله أكثر من رسالة حملها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في زيارته الأولى للبنان بعد توليه منصبه الجديد لعل أبرزها يكمن في توقيت الزيارة بحد ذاته فالقدوم إلى بيروت في ذروة العدوان الإسرائيلي بحسب الوزير الإيراني هو بحد ذاته رسالة بأن إيران ستقف دائما إلى جانب المقاومة والشعب اللبناني مهما كانت الظروف أتيت إلى بيروت للتعبير عن دعم الجمهورية الإسلامية الكامل للبنان حكومة وشعبا والتضامن معه وأكدت وقوف إيران إلى جانب لبنان وستبقى إيران إلى جانب لبنان وتقف إلى جانب المقاومة ونحن واثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي ستبوء بالفشل كما فشلت في الماضي وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا على رأس وفد يضم عددا من النواب الإيرانيين ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني جال عرقجي على المسؤولين اللبنانيين في السراي الحكومي تأكيد على دعم استقرار لبنان وصموده ومن عين التيني تشديد إيراني على مساندة لبنان بشكل كامل في مسعيه للتصدي للجرائم الإسرائيلية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار تحدثتم مع المسؤولين اللبنانيين ومشاوراتنا مستمرة مع باق الدول من أجل إرساء وقف لإطلاق النار إننا ندعم المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار شرط مراعاة حقوق الشعب اللبناني وأن تكون مقبولة من قبل المقاومة وأن يكون متزامنا مع وقف لإطلاق النار في غزة الجولة على المسؤولين اللبنانيين تخللها لقاء مع عدد من النواب اللبنانيين في مقر سفارة الإيرانية دعم سياسي لمساعي لبنان الرامية إلى وقف إطلاق النار بموازاة تقديم تهران عشرة أطنان من المساعدات الغذائية إلى الشعب اللبناني الظروف ليست عادية لتكون الزيارة عادية هكذا وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي زيارته الأولى إلى بيروت في هذا التوقيت أما الرسالة الأهم فهي أن إيران لن تتخلى عن المقاومة وواثقة بانتصار الشعب اللبناني وهذا ما أكده عرقجي في جولته على المسؤولين اللبنانيين أحمد عبدالله بيروت الميادين قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامناء وكبار المسؤولين في إيران أقاموا مجلس تأبين للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه مؤكدين السمرار إيران بدعم المقاومة في فلسطين ولبنان هذا التقرير لمالك عابدة لقد غادرنا السيد حسن نصر الله بجسده لكن شخصيته الحقيقية روحه ونهجه والصوته الصادح ستبقى حاضرة فينا أبدا لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة في بجه الشياطين الجائرين والناهبين في رثاء الأخ لأخيه تعجز الكلمات وتحار الأقلام فالحزن كبير والمصاب بحجم أمة فقدت عزيزها خيبر خيبر يا صحيون لا سقفة لدعم المقاومة في فلسطين ولبنان ولا تردد في ردع الاحتلال الإسرائيلي وداعمه يقول القادة هنا إيران صبورة ولا تبحث عن الحرب ولكن سوف تتصدى لأصغر خباثة من الأعداء وستكون ردودنا المقبلة صاحقة ومدمرة لقد أبضينا صبرا أمام الكيان الصهيوني حتى الآن وقد فقدنا مجاهدين عظماء كالسيد حسن نصر الله بعملية الوعد الصادق اثنين ثأرت إيران لدماء شهداء السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية وقادة المقاومة وفي حال إقدام الاحتلال على مغامرات جديدة فإن الرد الإيراني سيكون قاسما ومدمرا هذه المرة ستتلقى إسرائيل ردا شديدا ومدمرا لقاء أي أفعال غير مدروسة لقد ضبطنا أنفسنا وتحلينا بالصبر سابقا ولكننا مستعدون لتوجيه ضربة محكمة ومدمرة في الوقت المناسب وفي حال أخطأ الأعداء على أي مستوى فإننا سنرد بشكل أقوى من ذلك المستوى إذا ارتكبت إسرائيل خطأا ما فسوف تعرض وجودها للزوال نحن قادرون على استهداف مصادر الطاقة كافة ومحطات الطاقة وجميع المصافي والحقول الغازية لديها ترى إيران في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني مهمة أخلاقية وإنسانية وشرعية وفي سكوت العالم على جرائم الاحتلال وصمة عار عليه سيكتبها التاريخ يؤكد القادة السياسيون والعسكريون في إيران على أن القدس ستبقى بوصلة المقاومة والأحرار في المنطقة على رغم من التحديات والضغوط وارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي لأبشع الجرائم بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني مالك عابد طهران الميادين كشفت وسائل أهلا من إسرائيلية أن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط سيزور إسرائيل خلال الساعات الأربعة والعشرين المقبلة وبحسب وسائل أعلام إسرائيلية فإن قائد المنطقة الوسطى الأمريكية في الجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا سيبحث تنسيق الهجوم الإسرائيلي بعد الرد الإيراني إلى اليمن الذي شهد نحو خمسة عشرة غارة وأفاد مرسلنا بأن الغارات استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وذمار مصدر يمني رفيع أكد للميادين أن العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي نفذ منذ بداية معركة الإسناد أكثر من 860 غارة مشهددا على أنها لم ولم يؤثر على موقف اليمن ولن يحيد أو لن تحيد أو تحيد أسلحتنا تحيد هذه الأسلحة الاستراتيجية هو الوفاء لسيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله أفواج من اليمنيين ومن كل الساحات أتت لمعاهدة الشهيد القائد نصر الله ملبية نداء النصرة لأحرار غزة ولبنان في صنعاء والمحافظات والهتافات علات تجدد العهد بالسير على طريق القادة العظماء السيد حسن نصر الله الذي وقف مع الشعب اليمني قلبا وقالبا فنحن هنا نؤيده ونعاهده بأننا على دربه سائلون وأننا على الخضاء نستمرين بأموالنا وأولادنا فقد ظن هذا العدو الصهيوني الأحمد باغتياله للسيد حسن نصر الله أنه سيقضي على المقاومة لا يعلم أنه قد جسد روحه ومبادئه وأخلاقه في كل عنصر من المقاومة الإسلامية فكل شخص من المقاومة الإسلامية يحمل مبادئ سيد حسن نصر الله المسيرات خرجت في أكثر من ثلاثمائة ساحة مركزية وفرعية أكد خلالها المشاركون وقوف اليمنيين إلى جانب الشعب اللبناني مهما طالت المعركة مطالبين بمواصلة القوات المسلحة اليمنية التصعيد برا وبحران تزامنا مع تطوير ترسانتها العسكرية لتكون أكثر فاعليتان في النصرة والإسناد صنعة تقف هذا الموقف المناصر لأخواننا في غزة منذ انطلاق عملية الطوفان الأقصاء الذي مر عليها عام بالكامل تؤكد صنعة من موقفها هذا بأنها ستستمر وستصعد وستطور من عملياتها ستوسع من قدراتها لن تتراجع ولن تخذل أخواننا في غزة ولا في لبنان وباركت المسيرات المليونية في بيانها عملية الوعد الصادق الثانية التي نفذتها إيران والتي نسفت كما يقول المحتشدون كل أوهام الاحتلال الإسرائيلي في التفوق والسيطرة وأكدت فشل دفاعاته الجوية نفير شعبي كبير في الساحات من صنعة إلى صعدة وفي كل المحافظات اليمنية نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني فالمعركة كما يقول اليمنيون واحدة ضد العدو الإسرائيلي حتى تحقيق الناصر أحمد محمد زبيبة من ميدان السبعين بصنع الميادين أصدرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بيانا صحفيا أكدت فيه أن معركة طفان الأقصى أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال وكشفت حقيقته أمام العالم وأشرت إلى أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في حقها المشروع لتحقيق الحرية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وشددت الفصائل على أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المخول بتقرير مصيره بعد الحرب وأي محاولات لإنشاء إدارة بديلة سيتم التعامل معها كتعاملهم مع الاحتلال وأكدت الفصائل أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق أو صفقة إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وهي وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح المعابر وكسر الحصار وإعادة الإعمار وإبرام صفقة تبادل أسر عادلة الفصائل دعت إلى تسعيد المقاومة المسلحة في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني وباقي الساحات كما دعت الشعوب العربية والإسلامية والعلماء والنقابات والأحزاب في كل مكان للتحرك العاجل ضد مصالح الاحتلال وداعميه وفي غضون ذلك قررت الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بما فيها القنابل التي تزين ألفي رطل والتي كانت قد أرسلت منها إلى جيش الاحتلال أربعة عشر ألف قنبلة ويكشف خبراء للميادين أن هذه القنبلة تحوي كميات كبيرة من مادة اليورانيوم المنخفض التخصيب والمستخدمة بكثافة في غزة واليوم في لبنان فما هو خطرها؟ هذا التقرير لمسعاصي عن هذه الانفجارات التي تتراوح بين البرتقالي والأصفر ليست ناتجة عن قنابل عادية بل عن قنابل تحتوي كميات كبيرة من مادة اليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة لكن تداعياتها مأساوية على السكان هذه القنابل تستخدمها إسرائيل في غزة منذ عام وفي لبنان منذ أسابيع قليلة هي قنابل أمكا أربعة وثمانون التي تزن ألفين رطل أو تسعمائة وسبعة كيلوغرامات عندما تنفجر جزيئيات اليورانيوم نرى شعاعا قويا لونه برتقالي إلى أصفر ونرى شرارات صغيرة تتطاير وتلمع بلون فضي ومن ثم تتصاعد على شكل غيمة سوداء ضخمة وبعد ثوان قليلة تتساقط هذه الجزيئات بعدما تتعرض للهواء الطلق في هذا الفيديو المأخوذ من انفجار كومبلة أمكا أربعة وثمانين في غزة ترى بوضوح اللون البرتقالي إلى الأصفر والدخان الأسود نحن هنا أمام دليل قاطع على وجود اليورانيوم جزئيات اليورانيوم المتساقطة تحدث ضررا هائلا في التربة في محيط واسع وفي المياه الجوفية وتداعياتها المباشرة على الإنسان أمراض مستعصية قنابل أمكا أربعة وثمانون استهدمت سابقا في مناطق مختلفة من قبل النيتو في صربيا وأفغانستان والفلوجة في العراق تداعيات الصحية التي لاحظناها في مناطق سقوط هذه القنابل مختلفة من أمراض سرطان الدم وسرطان نخاع العظم وأيضا تشوهات جسدية للأطفال الذين يولدون مباشرة بعد تنشق المرأة الحامل لجزيئات اليورانيوم في لبنان تم استخدام اليورانيوم سابقا ولهذا السبب قد تجد مستوى مرتفع من الإصابات بسرطان الدم يؤكد روبرت جيمس بارتسونس أن إسرائيل أسقطت هذا النوع من القنابل المزودة بمادة اليورانيوم على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني عام 2006 ويتوقع ارتفاع مستوى الإصابة بسرطان الدم في هذه المناطق نوايا إسرائيل باعتماد القتل البطيء ضد الفلسطينيين واللبنانيين بواسطة استخدام اليورانيوم تسبق بكثير عملية طفان الأقصى فالولايات المتحدة زودت إسرائيل هذا النوع من القنابل قبل السابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 وواصلت تزويدها بها بعد هذا التاريخ إلى أن بلغ عدد القنابل لدى إسرائيل أربعين ألفا مصعص جناف الميانين كيف استقبل أهالي جرود عكار في شمال لبنان النازحين من قراءهم بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وماذا عن حملات التكافل والتضامن الاجتماعي لتخفيف المعاناة عنهم هذا التقرير لعبدالله ظاهر في إطال استكمال جولتنا في محافظة عكار التي تقع على بعد نحو 130 كم من الحدود الجنوبية هذه المحافظة احتضنت العديد من العائلات التي بلغت نحو أربعين ألف نازح أتوا إليها من مختلف البلدات الجنوبية ومن العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا الضاحية سنقوم بجولة على هذه المدرسة هنا في قرية دير دلوم العكارية هذه مدرسة رسمية قامت بإيواء النازحين وهي تقوم باستقبالهم وفتحت لهم المدارس أو الصفوف التي كانت للتعليم باتت اليوم لإيواء النازحين ومعنا إحدى النازحات من قرى الجنوب يعني نحن هون بمدرسة دير دلوم نتشكرهم جميعا هون لأنه استقبلونا أحلى استقبال وكلهم نحن معتبرين حالنا عادين بين أهلنا لأنه معاملتهم كتير منيحة ونتشكرهم فعلا من كل قلبنا نحتاج كتير أشياء يعني هني عم بيحاولوا هون أمنولنا الأشياء اللي قادرين عليها كشخصي بس في كتير أشياء مستلزمات العالم بحاجة إلا مثل الفرش وحرامات ومخدات مواد تموينية في كتير أشياء العالم هلأ باب يعني بأقصى حاجة إلا ألا هناك يعني العديد أيضا من البلدات المجاورة لها هنا في عكار الوسطى كزوق حضارة وأيضا كالبيري وغيرها من البلدات كما ترون يعني طاولات الصفوف أو طاولات الطلاب تم تجميعها في مكان معين إفساحا في المجال لإخلاء الصفوف لإستقبال النازحين واستقبال حاجياتهم حضرنا المدرسة قبل بوقت لأستعبار النازحين مثل ما شفتوا المقاعد في الخارج هيئنا الغرف استعدينا نفسيا وجسديا وتجنتنا من أجل النازحين التقديمات لغاية الآن هي فردية يعني خلينا نقول بالمجتمع المحلي اللي هو أهل القرية شباب القرية شباب القرية المجاورة كما ترون هذه الصفوف هنا جميعها باتت للنازحين نقوم بالمساعدة بما نستطيع من تأمين مثلا إذا شقة عنده نقص بغاز أو شي نحن نأمن هذا الموضوع بالحد الأدنى يعني ونحن بدنا نتوجه للدولة اللبنانية أنه الدولة اللبنانية ما بنسمع غير البنيانات ما بنسمع غير الحكي غير أنه والله أحصاءات وكام عددها ويروحه ما بنشوف شي حتى الجمعيات القليلة القليل منها تقدم أما الباقي بالأكسرية الساحقة هي لا تقدم سواء الإحصاءات والكلام في هذه الجولة كنا معكم من بلدة دير دلوم في عكار حيث هناك جهود شبابية وحزبية وطلبية وكشفية لإيواء النازحين عبدالله ظهر من بلدة دير دلوم عكار الميادين إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تزوروا صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر